اهلا وسهلا لبنات كده دي اللي بس عليكم كانت منى تكونوا انفر وانتو ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ارجع لكم بواحدة فيديو نتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها افكار واليوم ان شاء الله هنبدأ معاكم الفيديو بواحد الجولة غنبديكم معايا لإيكا ينضربوا هكذا واحد دويرة بالنسبة لبنات كيقول يا ايمان بغير نشوفو شنو كين في الجديد تخفيضات الى اخره ومن بعد ان شاء الله هنرجعوا للدار باش نشوفو شنو هنديرو هاد الصباح هادا وغير الاشارة دائما من كان بغير نخرج نتقدرها كنقولها لكم انا اليوم وسط الاسبوع يعني الدنيا كتكون خاوية ويمكن لكم تدرو على خاطركم ونبدأوا على بركة الله بالنسبة لبنات للتخفيضات كانوا بها التخفيضات ماشي كتير على جميع المنتوجات ولكن كانوا بزفد الحوجات اللي فيهم هكذا تخفيض واللي تعم انتباهي بالضبط هما الدكورات والاكسيسوارات اللي مذهبا بل كله تقريبا فيه تخفيضات بنسبة الاخوات اللي كيهمهم الامر انا شخصيا ما كان زعمش بزاف على هاد الشي المذهب لانا كان قولي يقدر يتصدى مع الوقت بعد المرة كي حمار فما ما تنبغيش بزاف ولكن اللي بنات اللي كيهمهم هاد النوع من الدكورات اللي مذهبا راها كلها تقريبا عليها تخفيضات كين كذلك البنات هاد ترموسات هادو تهوما داروا عليهم تخفيض سواء الكبار او للصغر شكلهم هاكذا زوين فيهم ذاك 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 زواقها هكذا اللون الابيض ولقيت معاهم كذلك هاداك السيبور اللي كدروا فيه الحلوة تهو عليه تخفيض كيمشي ان نصامبل هانتمال لابوتوا مثلا نديروا واحد وحط بيلها كافي هالاواني بنفس الموتيف او للديكور تهواء كي يجيب هاد الشكل وتهواء لي تخفيض صراحة زوين بزاف وهادي لبنات المقالي دائما كتسولوني عليها اللي كندير فيها الاستيك هي هادي بزافة ما تقوليوش معا الغطايا او لا معاش الغطايا كتجيبوه حداب هاد شكل هادا والثمان ديالها هو مياه وتسعين درهم صراحة رائعة جدا انا كتنفيني بزاف الاستيك ما كان ضيعش اللوقس دغياد غياء كنطيب فيها بلا زيز بلا والوكي ملاحظوا غي كان دهنا هاك شوية ومن بعد كنوضع لها الاستيك ديالي وكيجي فيها واحد المطاق هاكذا بحال البغبيكيو ديال شواء المهم بكاتت مستمر رفل جولة ديالي هاد المكان تهواء فيه شوية ديال التخفيضات بالنسبة للكانابي كانت أشكال كثيرة وأنواع كثيرة وكانت صرائعين يمكنكم أن ترونه الآن في فصل الشتاء أو لا في هاد الأيام ديال برد وبطبيعة الحال إنسان يأخذ هكذا أفكار أنا شخصيا كنبغي نأخذ أفكار مثلا بالنسبة لهذا المطبخ هذا شفتوا أول مرة يحطوها داعات جديدة لبنات وفي اللون الأسود صراحة لم يكن المطبخ يكون في اللون الأسود يكون هناك واحدة اليومينوزيته ويكون لونوا فاتحها ومبهج كيف ما نقوله ولكن صراحة زوين يعني ما تشوفوه رائع جدا هنتم واحد الغنجمون عجبني كذلك اللي حطن هنا جوجدان البلاكار اللي رقاق صغار بزافة لبنات مساحتهم رقيقة ولكن غير بأختي بواحد طريقة رائعة جدا وكيبال لكم بأن هنا مساحة ألوكي هو صغير يعني مش دوري أن تكون عندكم واحد الكوزينة كبيرة أو لواحد البلاكار اللي يكون كبير باش يهزلكم الأشياء ديالكم خصغير تكون طريقة مقدم زيان وتقسيم يكون مقسم زيان ومنظم كيبال لكم بأنكم ربحتو مساحة هنتم اللي بنا تشوفوه شحال رقيق وصغير البوغتنورة غيهز العجب يمكن لكم تديروه في الكوزينة، تديروه في الغرفة ديالجولوس تدعو فيه الكتوب، تدعو فيه شلاح ويجي البنات يعني غير فقيمة فكرة كيما قلت لكم وبنسبة الأخوات اللي كيبريوها كيالخشب صحيح ومن الجودة اللي تكون عالية، يمكن لكم تاخدو فقط الفكرة وتدوها عد النجار ديالكم ويصيب لكم بالخشب اللي بغيتو بحال اللي درتها البنات في الحمام ديالي، البنات اللي متبعيني مش حال هاديرا راكم شفتو الحمام بكون تخليت الفكرة من إيكايا وعطتها لنجار ديالي طبقها ليا بنفس الديكور نفس ستيل ولكن بالخشب اللي بغيت اللي غيبقى ليا مدة طويلة المهم هنا بقيت مستمرة نزلت لأسفل المكان اللي في هادشي دياليووس اللي دغاة صراحة أنا جيت أصلا على ود هادشي اللي أنا بغيت ناخدها كديووس للغرفة ديالي وباليوه هنا كين تخفيضات زوينة في هادشي ديال المخدات ذاك الكوشات الصغار أو البلاد اللي كتوضعوا مثلا في الأسفل ديال السرير ويبغي مو كين بزاف ميدار في هاد البلاسة هادي ديال الحواج ديال الشتاء اللي كتوضعوهم في الغرف النوم أو في الصالونات بحل هادلي كوفيرتور هادو أول البلاد اللي كتوضعو في الأسفل السرير تسخنو بيوم رجليكم اللي كنتو كتفرجو في تلفازه مثلا كينش حوجات فغير مو البلاد اللي عليهم أتمينة رائعة جدا ومناسبة وتشكل ديالهم هكدا زوين بيزبال المخدات البلاد الكامل اللي كانوا في نوفال كوليكشون كلهم دارين عليهم تخفيض كيفما كتلاحظو هاد المخدات هادو يمكن لكم تاخدوهم بحل هكدا تدعوهم يا إما في الصالون يا إما في الفوتاي يا إما في الغرف ديال النوم مواجدين مخيطين مقدين وكين كذلك بعض تخفيضات في هاد البصر ديال الريدويات أنا صراحة ريدويات ما بانش هيش حاجة اللي عجباتني أنا شخصيا هاد بحل عندي في الغرفة ديالي ولكن كيبقى شوية بارد ما ما بانش هيش واحد اللي قاسح وف نفس الوقت يجيني مع البيت اللي عندي مي كين هكيا بعض الاشكال بالنسبة للبنات اللي هموموا الامر ويبقوا هكا دربو دويرا هاشنو خليتها البنات هاد را عندي من قبل شاركتو معاكم كنت خليت جوج وغادي نزيد واحد لانا دوام عاشتا مبقاش الحويش كينشفوه بسرعة دونك من حيد واحد لقا عندي جوج ديالي اللي ناشفين فهنا غادي نزيد هادا اللي في اللون المشي ابيض وانما واحد الكريمي هكدا شي شوية وجيت كتلك نشوف المرايات اللي قلت لكم بغيت نعلق في الباب ديال الماريو او للدولاب ولكن للأسف ما لقيتش المرايات نهائيا هادا الستيل اللي بغيت هما هادو كالرقاق لها هكدا طوال ولكن بغيتوا يكون شوية حات مين عبرت لقيت بانو غيكون عندي شوية ناقص على هاد الستيل اللي كين هنا يا فقررت انني اندرها عند مول المرايات نيشان بلا من شريها واجدا ناخد العبار ونعطيه قداليا في القياس ديالها وارجعت معكم البنات مرة اخرى الان من الدار سنشارك معكم الحوجات اللي شريت كيفما العادة كتكونوا غادين عليها حاجة كتصدقوا في حويج اخرين مهم كنش حوجاتها كالي صراحة زوينين غادينفعوني ان شاء الله هاتا بيد الحمام شفتوا عندي من قبل زدت واحد اخر في نفس اللون رائع جدا لبنات هادا ضغي ضغي كينشف وعن تجريبه صب النورد يعني كنصبنه في الماشينا لافي كيخرج رائع جدا ما كيكشف متاشي حاجة وكيبقى هاكدار ضب واللي عجبني هو انه كينشف بسرعة سواء تحت الحوض او لا في الباب ديال الحمام قيت كذلك مع هادا الفيطات هادو في اللون الوردي تاو مارا هم عندي من قبل كينبزاف ديالالوان غير الاشارة انا زدت هاد الغوز لانه مني كان بغينها كنبت الفوض ديال الحمام او لاداك الطبي ديال الحمام كان بغين ديرها كاللوينات بحال بحال هادي كل جوج كيديرو ب13 درهم فاصلة 90 او لفاصلة 50 وبنسبة للطبي كيدير ب39 درهم وهاد الفيطات الصغيرة لالبنات كينفعوا بزاف سواء مع الضيوف سواء مع الداري صغيرة تعطوهم هاكي مسحبوا موجهوم او لليد كيبقوا هاكا بيرسوناليزي وكينفعوا وتمنهم كما لاحطوا راه جدا مناسب بخيط كذلك واحد الفوضة وحده اخرى للحمام هاد الفوضة هادي عندي نفسها من قبل عندي جوجها البنات وزيت واحده اخرى لانه رائع جدا تهي عن تجريبه انا الحاجة مني كان نستعملها وكنجربها كان عاود نشري منها لانها كتصدق لي حتى هادي البنات كتنشف بسرعة سبونتها فلا ماشيان لافي كتبقى رائع جدا ما كيوقع لها تشي حاجة خديت ديال الرأس وديال الحمام وبطبيعة الحال هادو مزان يكون عندكم زيدين فطة يعني ما يكون عندكم الفضجة عندكم هكذا الشي حتى يعطيه شي حاجة جديدة يستعملها حسن ما تقولوا تقلبوشن وتعطيوه الى اخيره ما كيما قلت لكم لي عجبني في مهلاكاليته لهم كينشفو بسرعة سواء الشعر او لا الجسم بالنسبة للفوطة الصغيرة كدير بخمسة وعشرين درهم والكبيرة كدير بسعودو خمسين درهم هنا اخيز هاد الجوش ديال الشميعات هادو ديال بخفومة فيهم هاكا واحد رويحة زوينة بزاف هادو قد نديرهم في الغرفة ديال النوم ان شاء الله واخديت معاهم واحد الوريضة وواحد الفاز هاد الوريضة هادي كدير بشرة ديال الدرهم والفاز ديال يمكن بشرة درهم صراحة مانيش اللوتيكي مبقاش عندي تحت عيني دونك تنحاول نعقل على الاتمينة ولكن هادو رهم بينين الاتمينة ديالهم رائعين جدا البنات زوينين هاد الوريضة هادي قدت اي غنضيرها في الغرفة ديالنو مع هاد ليوس هادو اللي شريت عجبوني ولقيت فيهم واحد الورينات اللي هاكا فاتحين شتويين وهاكا يجيوا مع ديال الوريضة ان شاء الله مني غنضي ندير مني غنضي نحطهم في الغرفة غنضي نشارك معاكم شكل ديالهم كتيجوا في المخدات وبالنسبة هاد ليوس هادو ديال المخاد هوا اللي خديتها من دوقت تخفيضات اللي وريتكم هادا كان عليهم واحد تخفيض اللي رائع جدا كانت تعمل ديالهم خمسة وستين درهم او لا تتعدوا ستين درهم وخديتهم فقط بخمسة وثلاثين درهم الوحدة هوا مشكلهم طويل يعني عريض ماشي المخاد اللي كتعرفو العاديين مربعين هوا شوية طوال ما عندي شنا هاد المخاد في الضرو اللي كي غامشي نديرهم عند الخياط يعمرهم ليه بلاوات وهذا هو شكل ديالهم هانتوا ما فيهم هادلي بلوم هادو في الوان مختلفة والوان كيما قلت لكم فاتحة ولكي في نفس الوقت شوية في ذاك البيج وذاك المارون مع شوية ديال ولي عجبيني البلد هو انهم فيهم دوب الفاس هانتوا ما يمكن لكم تدروا على شكل الجهة الاخرى اولا على هاد الجهة هادي اللي في اللون الازرق وفيها هاد الوستيل هادا وما هادو زوينين يمكن لكم درونه في الغرف ديال النوم او لف السالون تهما شكلهم رائع جدا وكما قلت لكم هانتوا مغريضة جا شكلها رائع مع هاد الديكور هادا وفيهم قاع واحد اللي بلو اللي يمكن لكم كدلك تهرسوا به شي مخد اخرى في اللون الازرق تايا غادي تجي معاهم زوينين بزاف ان شاء الله من قد هم عند الخياط هاني غا نوريكم الشكل ديالهم النهائي وخلاص البنات كيفما العادة في المنمشي كناخد هاد الاسيرفيات نتاع البابيير يكينفعوني بزاف مع الدراري او لها كانجان يغالي مزان يبقى عندكم في الدار هادو التمن ديالهم كي يختلف كي يندي 30 درهم كي يندي 20 درهم ديال 17 درهم مهم كل حاجة والتمن ديالها هادا كدلي كالبنات شاركتوا معاكم شحال هادا في واحد الفيديو قديمة ولكن كنت وريتكم اللي كبر من هادا هادا ولاه ما عقل التمن ديال وشح هادا ولاه ما عقلتها البنات المهم هادا رائع جدا يمكن لكم ترتبو به الدولاب ديالكم او للمجورة ديالكم كيفما كانوا في الكوزينة او لفي الدولاب ديال المطبخ انا لما اعتقد كنت شاركت معاكم الدولاب ديال المطبخ او للمجورة ديال المطبخ كنت ترتبتو بهاد الانجمون هادا وكتقطعوه بالمقص وكتوضعوها كيف المجورة ديالكم وتولوا عندكم واحد المربعات تجمعو فيهم اي حاجة ويبليكم كل شي من الضم مقد اخذت كدلك هادا لجون هادا ديال الفران هادا راشفتو عندي من قبل في اللون الاحمر هادا لجابوه جديد اليوم اه تمام ديالو تسعود وربعين درهم وصراحة ينفعو تعملو تهمو بجي تهزوش حاجة سخونة ما تحرقوش يدين ديالكم او لوليداتكم تهمو يقدرو يستعملوه شريت كدلك هادا الخاص بالحويجات هكا تحيد لكم داك الخملة وداك الغبرالي كتكون لسقه في الحويج كيكونوا هكدا شوية مصوفين صراحة انا بغيت قلبت على العمارة بغيت نجي بغي العمارة لان كيت باعوها كواحد لولو ديال تلاتة وكتبتلوه في هادا في هادي ولكن ما لقيتهم شدون كيخديت فقط واحد اخر جديد اونا تنظن لقى العمارة باش نبدأ نعمرهم هادا ممكن تمام ديالو 15 درهم على ما اعتقد هادا الماقانة شفتوها عندي من قبل شاركتها معاكم كنت ركبتها في الكلوار صراحة كانت عجباتني بزاف ولقيت عليها نفس التخفض يعني كانت على ما اضن ما اقلش حال كانت شي ميتين او بقيت فقط بمية وتسعود وخمسين درهم تمنها جدا مناسب هادي قوت غالدي نديرها ان شاء الله في الغرفة ديال النوم لانها سامبل هكا ولونها زوين وكتجي في اي بلاصة يعني في موضعتوها كتجي هكا ندخو ما فيهاش زواق بزاف خديت كدليك لاوس اللي قوت لكم ديال السرير هادي ديال جوج ديال اشخاص وكي العبارة يعني العبارة اللي بيتونتوما هادو كما قوت لكم البنت رائعين جدا عجبوني احسن واحدين استعملت حد الان اصلا يعني هاكدا وكيجيو حدهم قدهم في الان كيجيو يكون مقدمي كيبقوا لهم كمشين لاتشي حاجة وخدس بنوهم وتحيدهم لامشان لهم كمشين هيك تدعوهم في السرير كييخدو لكلا فوغم ديالهم وكيتسرحوا وهادو كانوا فيهم بزاف ديال الالوان كيف ملاحظو تمان ديالهم هو مية وتسعود واربعين درهم وهادي واحد البجوة كذلك اللي صراحة عجباتني بزاف كان لها واحد تخفيض اللي رائع جدا كيمكن لكم تدعوها في مبريط والبنات سواء في الدار او لفت دريجات في اي حاجة زوينة كانوا فيها جوج ديال الاشكال او لعفوان جوج ديال القياسات كانت هادي اللي ماشي كبيرة بزاف وماشي صغيرة هادي متوسطة وكانت وحدة كبيرة عليها وصراحة نخيز هادي اللي شوية متوسطة لاني بويت ندرها في الغرفة ديال النوم دونك شي حاجة كبيرة غادي جيني شوية شارجيه ثمن ديالها كان ميتين وسبعة وخمسين درهم على ما اعتقد واخدتها فقط بمية وخمستاشل درهم يعني كان عليها تخفيض رائع جدا البنات هي ديال الحديد هاك وشكلها جميل هذا هو شكل دياله بعد ما كتفتحوها في هذيك الغطايا او هذيك الغلاقة ديالها وهنا المكان اللي في الداخل كتوضعو فيه الشميعة ديالكم وكتشعلوها كيجي شكلها زوين خليتها في اللون الاسود لانا عندي سرير في اللون الاسود فقد تجيها كزوينة وتجي اصغتي واي حاجة كتشعلو فيها الشميعة البنات في المساء كتعطيكم واحد ديكور تاميزي واحد ديكور زوين بزاف في الدار اخر حاجة غنشارك معكم شريتها هي الزربية اللي قلت لكم بغيت واحد الزربية هكا اللي غنوضعها كذلك في الغرفة ويمبيس بس الزربية اللي اخيت واحد الزربية اللي سامبل عادية جدا لبنات نطخ ما فيهاش زواق نهائي سامبل تقدر تجيني مع اي حاجة لونها كذلك فاتح واحد الوين كما كتلاحظو بيج اللي هكذا فاتح وشكلها زوين ومهن يبقى مسدودة اللي انا كانت مطوية وزدرتها في الكوفخ وكترت عليها الحويج فازيت زيت كمشتها دونك خصا واحد شوية واحد نهيار باش تتلقتها واترجع كيفما كانت مثل بات لها الزريبيات خليت تلاتة خليت واحدة كبيرة اللي غنوضع في الدخلة ديال البيت وخليت جوج اللي غنوضع في الجنب ديال السرير صراحة زوين بزاف ورطبين وكما لاحظو انا ما خليتش واحد الزريبيات يكون فيها دوك شو عيرات كتيره بحلي عندي في الصالون لانه صعيب انه كنت تدوز على الاسبيغاتور يعني بعد المرات يكون فيها دوك البقايا ديال الاكل او البيسكويت يدخلوا ما بين دوك الشو عيرات فهنا قررت ناخد واحد الزريبيات اللي تكون هكا ارتباء وفي نفس الوقت ما تكونش مشعرة بزاف تكون خفيفة باش جيني سهل ان ندوز على الاسبيغاتور في الوقت ديال الشطاب وصفي هادي هي اخر حاجة غادي نشارك معاكم اليومو بالنسبة لمشتريات والان رجعت معاكم مرة اخرى من المطبخ ونحضر معاكم وجبة ديال الغداء ديال هاد النهار واحد الغديوة اللي سهلة مهلة والاهم انها صحية هنا عندي لبنات السردين من بعد ما نقيته وصراحة شريته منقي من بعد ما قصلته ونشفته هادي ندليه واحد تبيلة وغادي نطيبه بواحد طريقة رائعة جدا السردين اللي بنات فيه فيتامينات كتير ومهمة بزاف ما ننسوش اننا نعطوه لوليداتنا على الاقل مرة في الاسبوع او لا اه الاقدر نقاع اكتر لان فغيم والبنات مفيد الصحة هنا اه بالنسبة للسردين غادي نستعمل التومار غادي نستعمل القطبر ومعد نوستة وبيدي للسماك زيت الزيتون شفية ديال الحامض وصفي يعني هادي هي فقط الحشوة او لذك التسبيل اللي غادي ندير للسردين ديالي ما غاديش نقليه ما غاديش نديره في الفران غادي نطيبه فقط في المقلة فوق النار ولكن بواحد طريقة اللي سهلة مهلة وصحية من بعد ما قطعت تومار مزيان ضفت على القصبر ومعد نوس واحد الكيميالة باسابي هادي القصبر ومعد نوس كبنينا ومن السما سنضيف الملحة طبعا الحال على حساب الاختيار وغنضيف الان معلقة معلقة من كل حاجة شوية الخرقوم البلدي شوية الفلفل احمر الفلفل اسود الكمون والزنجبيل وغادي ندير شوية زيت الزيتون ونصف حامضة غادي ناصرها هاكده الطريقة من فوق هنحركة العناصر مزين مع بعضها ونبدأ نتبل بها السمك ديالي هنحركة العناصر مزين مع بعضها ونقلبها بها الشكل هادا ونقوم بوحة طريقة هاكده فردية باش نزوقهم في اللقاء في المقلة ديالي طبعا الحال لبنان كل ما كانت الحوشوة كتيرة كل ما كانت تكون لبننا احسن واكتر يعني دك تتبيلات ديال الحامض والاقصبر مع الدنوس والعطرية والتومة كي تجيبنينا بعد ما كي طيب هنا خليت السردين ديالي علاجين باش يتشربن زيان دك اللقامة وغامضا نحطر الخضيرة اللي غادي نوضع في المقلة ديالي وغادي نشوه شنو عندي وغادي نشوه شنو عندي وغادي نشوه ديال الفلكة ديالي انا كجيزوينه مع السردين وبالنسبة للبطاطة ما بويتش نديرها هي ونجازر بويت نديرهم من بعد في سلطة لحيدة كيف ملاحظو حيد زريعة من الطماطم وقطعتها كي الى قطاع طويلة هنا عندي شوه ديالي بواغو او البرو تاوي البنات كي جي رائع جدا في اي حاجة يعني فطاجين سمك فطاجين الخضر اللي بواغو رائعين يعني ما يديرهمش فقط في الصوبة كنقطعم هكا الى شرائح وكيجوها كيمعلكين ومن السمين كيجو بحل بصيلة هكذا مشحرة وفيهمتها هما فوائد كتيرة بزاف من بعد ما قطعت الخضراء الان غدي ناخذ واحد المقيلة اللي غنضعها فوق النار كنستمر هذي اللي هكا ديال البايلة واسعة شوية غدي ندهنها بشوية زيت زيتهم فقط يعني غدي ندهنها بواحد شيته ونبدأ نستفيها لسردين ديالي مع ذاك الخضيرة وصفة البنات من باقي نضعها فوق النار على النار بتقسطها ونخليها تطيب على خطرها ما غديش نضيف الان الماء نهائيا لان اصلا هذيك اللي قامعة وذيك تتبيلة اللي فيها الحامض وزيت الزيتون كتلق كذلك المادي لها فغنخليها هكذا ناشفة حتى نشو من بعد الحساب يعني لانشفات شوية قد نضيف عليها شوية ديال الماء هنا وضعت السردين لبرو الطماطم لان غلي نضيف شوية ديال الفلفل ألوان وصفة البنات هانتو ما كما لاحظتوا غدي نعود ناخد شوية ديال التوابل أو العطرية ونعود نددر عليها هكذا من فوق شوية ديال الفلفل أحمر نفلفل أسود الكمون وشوية ديال الملي حاغر هكذا من فوق باش ننسم ذاك ذاك المعطيشة وذاك الخضيرة هكذا من فوق سوف نغطيها البنات ونضعها فوق النار طبعا الحال بالنسبة للأخوات اللي كيبروها كالمضاق ديال الحار في السمك يمكن لكم تديرو شوية ديال الهريسة فتتبيلا او لا تديرو شوية ديال الحار من فوق كيبقى لكم الاختيار انا صراحة وخاكي يعجبني ما كنضيفوش لان الداري الصغر ما كياكلوش فكان بعض المرات كنحطويرها كيف المائدة يعني لابغينا نزيدوه من فوق فلزا سيديان نوصافي وهنا البنات غطيه بنفس الطريقة اللي كنغطي بها البايلا غطي ناخد واحد الورق ديال المطبخ اللي غنوضع في الاول ومن بعد غطي نضيف عليه الورق ديال الاليمنيوم ونستوها كده مزيان ونحطوه فوق النار ونخليه يطيب على خاطره كما قلت لكم الان ما ديش نضيف عليه الماء لان غايت القليل ما دياله حتى نشوف من بعد من يقرب يطيب لبالين شوف نقدر نضيف عليه تقريبا واحد ربع كأس ديال الماء مثلا الوقت اللي غنطيب فيه السردين غادي نحطر واحد السلطة ديال البطاطس اللي عادية جدا ونكنك جيل دي دوك تعجبنا احنا بزاف سواء الكبار او للصغر وهنا غادي نقطع القطع ديال البطاطع ديال البطاطع لشكل المربعات وغادي نوضعها في الماء المملح تسلق هندما بنات هنا السردين ديال بدك يطلق لي الماء وخما ما ضفتش عليه الماء نهائيا ولكن كيتلقها داك تسبيل ودك الشي مع الطماطم تيال كتكون هكا فيها الماء دونك ما عا نزيدش فيه الماء نهائيا وغادي نخليه يطبع لها خاطره حتى عا نبغي نقدمه نضيف عليه شوية ديال زيت الزيتون من فوق خليت كل شي فوق النار غادي نحضر الان واحد السلطة ديال الفواكي صراحة في الايام ديال البرد الفواكيه ما كتتكلش بزاف هكدا خضره دور يعني يخصني بحدة باناش خصني ولداتي خصي ننقيها ليهم عادي نحطها فوق الطبلة او لان نقدمها بوحد طريقة مختلفة اما بشي هزوها هكا في البرد ما سقطوها تشي كدر في تلاجك يجي شوية بارد فانا قوت غادي نعصر عليها شوية ديال عاصر البرتقال سلطة عادية جدا ولكن المهم انها تكل وما يبقاش يعني الفواكيه يتخسر سوفي نقطع شوية ديال موز وشوية ديال الفراولة وغادي نعصر عاصر البرتقال الطبيعي وقدمها هكا في واحد الكويسات مع معلقات وصفي ها هي سلطة ديالي وجدة سلطتنا البنات المقادية السردين ها هي الطابت غادي ندر عليها شوية ديالزيت زيته من فوق ونقص عليها النار مهيلة جدا وغادي نخليها هكا تشرب على خطرها تقريبا راها تقلت مزين همتمو كيفو ما كتلاحظو وده بغادي نمشي باش نحضر مباشرة السلطة ديال البطاطس اللي كتكون كداليك تهيزوينة بزاف وسهلة بنسبة لتوابل ما استعملت حاجة فقط معلقة كبيرة ديالا موطاق ديالي شوية ديالزيت زيته ونقضي لملحة لا كامول لا تشي حاجة لانا أصلا لموطاق فيها غاء العناصر سوف يقدر شوية ديال الحامض كداليك من فوق تهيكا تجيزوينا من بعد غادي نقص بروماع الدنوس ونضيف البطاطا ليس او لدرا والطون تهوكي جزوين مع فهد سرطة هذي بالطبط كي جرائع جدا نحرك العناصر كلها مع بعضها ونضعها في الإناء دي للتقديم وكتكون البنائت هذي مائدة الغداء اللي حضرت معكم اليوم مائدة بسيطة بمكونات اللي صراحة لديدة بزاف وصحية لنا ولداتنا هنا عندي السلطة ديال الطماطم او العفوان ديال البطاطس بالطون والميز زينتها بشوية ديال البيض وشوية ديال الخيار عندي كذلك المقيلة ديال السمك سردين جات رائعة جدا لبنائت والديدة زينتها بشوية الحامض والزيتون وهذه الخضيرة ديال الطماطم والفلفلة والبروطة واحدة لبننا رائعة جدا جات من نسبة هكا ومعلكة في المضاق وفي الضوق وبطبيعة الحال هدا هو العصير او السلطة ديال الفواكه بالعصير ديال البرتقال طبيعي وصافي كانت هدي الغذيوة ديال هاد النهار شفية ديال الخبز ديال القمح الى اخره وصافي هادشي اللي كايين كانت تمنى لبنائت الفيديو ديال اليوم تكون لتعجاب ديالكم طبيعة الحال الى كنتوا اول مرة كتشوفوني اليوم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بس توصلوا دائما بالجديد للاعك تلكمولي كومنتير دائما تفرحوني وكيدعموني كانت رب لكم موعد قريبا جدا فكرة جيدة موضوع جيدة نقول لكم الى اللقاء